هذا وعقد مجلس الشورى والنواب جلستيهما الإجرائيتين بعد إعلان جلالة الملك المفدى افتتاح دور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشرعي الرابع مباشرة وخلال الجلستين تم استعراض أهم المنجزات التي تحققت خلال أدوار الانعقاد المنصرمة بعد تلوة نص الأمر الملكي رقم 47 لسنة 2016 بدعوة مجلسي الشورى والنواب لدور الانعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشرعي الرابع الحياة البرلمانية عادت من جديد بعد عقد مجلسي الشورى والنواب للجلستين الإجرائيتين وفي كسر لما هو معهود استمرت جلسة الشورى لحوالي ساعة من الزمن تضمنت استذكارا لما حققه المجلس خلال الأدوار المنصرمة إضافة إلى الإشادة بمضامين كلمة جلالة الملك السامية الكل في حماس لإنجاز المهمات الموكولة إلى هذا المجلس بالذات في هذه الدورة وكما تعلمون بأن الميزانية ستعرض على السلطة التشريعية وتأتي في ظروف يعني بالغة الصعوبة تحتاج إلى تفهم الجميع للظروف التي يمر فيها الاقتصاد الوطني الظروف المالية الصعبة وأنا أعتقد بأن الأخوان في السلطة التشريعية في النواب وفي الشورى متفهمين لهذه الظروف وبعد منافسة على منصبي النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس الشورى انتخب الشوريون العضو جمال فخر نائباً أول للرئيس والعضو جميل سلمان نائباً ثاناً أما مجلس النواب فلم تتعدى جلسته الإجرائية العشرين دقيقة لتقتصر فقط على تلوة نص الأمر الملكي رقم 47 لسنة 2016 بدعوة مجلسي الشورى والنواب لدور الإنعقاد السنوي العادي الثالث من الفصل التشريعي الرابع مجلس الشورى والنواب أكد أن المرحلة تتطلب تعاوناً بين الغرفتين التشريعيتين خاصة أن هذا الفصل من المتوقع أن يشهد زخماً كبيراً نظراً لما سيتم طرحه خلال الأيام المقبلة كمشروع قانون الميزانية العامة للدولة النواب اليوم طبعاً استفادوا بخبرتهم مما تحصلوا عليه خلال الأدوار السابقة وخلال أيضاً الفصول السابقة هناك العديد من الأعمال والمرحل الذي تمثل طبعاً منتصف العملية البرلمانية عمر الفصل تشريعي أربع سنوات من الضمنها سنتين والباقي سنتين هذه السنة وهذا الدور والدور القادم إن شاء الله فمؤكدين نحن من ناهيتنا أنا أكث على الأخوة في مجلس النواب الآن بأننا في الحكومة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد نائب الأول سمو رئيس الوزراء بتقديم كل التعاون مع الأخوة في أعضاء مجلس النواب 14 عام من عمر تدشين صاحب الجلالة إلى هذه السلطة في المشروع الإصلاحي نتطلع إن شاء الله إلى عام مليء إن شاء الله بالإنجاز إلى عام يحقق هوية المجلس من إنجاز وتنميل أتوقع إن شاء الله أن يكون خلال هذا الدور للمجلس بصمات كبيرة خاصة وأن المجلس يناقش كما تعلمين مشروع الميزانية نتوقع بأن هذا المشروع في نسخته الحالية ستأخذ مناقشات مثمرة من صاحب السعادة النواب وسيكون كما عاهدنا شعب البحرين سيكون للمواطن والمكتسباته نصيب الأسد هذا الدور في عديد من المواضع المهمة أولا في موضوع الميزانية هذا الدور سيأرض علينا الميزانية وأيضا الميزانية مأخوذة بعين الاعتبار كافة الظروف المالية التي تمر بها المنطقة وليس البحرين فقط فتكون هي أكيد نقطة مهمة من مواضيع المناقشة التي يجب أن يكون فيها اهتمام وفي مناقشة جادة لأننا نكون مشتركين مع اللجنة المالية في مجلس النواب وبعد انتهاء الجلستين الإجرائيتين لمجلسي الشورى والنواب من المنتظر أن يعمل المجلسان خلال دور الانعقاد الحالي على مواصلة العمل الوطني وتعزيز مسيرة الأمن والتنمية والسعي لتحقيق تطلعات المواطنين ومراعاة الظروف الاقتصادية الاستثنائية والحفاظ على الوحدة الوطنية في دولة المؤسسات والقانون بالتعاون مع السلطة التنفيذية سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين تلفزيون البشرة